اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين مصر تبحث عن مصادر جديدة للمشتقات النفطية بعد تعليق اتفاق ارامكو وغاز المتوسط سبيل نجاتها قمة مراكش المناخية ترسم مسار مكافحة الاحتباس الحراري وتصريحات ترامب تعكر الاجواء في سوريا شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى تحويل محافظة السويداء الى قدم تنموي واستثماري وازن اهلا بكم اكد وزير الطاقة المصري طارق الملة ان ارامكو السعودية لن تزود بلاده بالوقود حتى اشعار اخر هذه الخطوة تأتي بعد مضي اشهر قليلة على اتفاق الرياض على امداد القاهرة بمنتجات بيترولية مكررة بتسهيلات مالية حسن يوسف يبدو ان مصر كانت تراهن حتى اللحظة الاخيرة على تراجع ارامكو عن قرارها وهو ما يؤكده تأخر مصر في استدراج عروض للتزود بالمشتقات النفطية لتشرين الثاني نوفمبر الذي بدأ قبل اسبوع امام هذا الواقع تتعدد الخيارات امام القاهرة منها ما هو على المدى القصير ومنها ما هو على المدى المتوسط والبعيد على المدى القصير خيارها اللجوء الى الاسواق العالمية وترح مناقسات دولية يكاد يكون الخيار شبه الوحيد لكن اعباءه المالية قد تكون مرتفعة حيث يصعب الحصول على تسهيلات مالية كتلك التي كانت تحصل عليها من ارامكو الا اذا تمكنت القاهرة من اقناع موسكو ومن الحصول على تسهيلات مشابهة من شركات روسية مياه مصر الاقتصادية الخالصة تكون سبيل خلاص القاهرة على المدى البعيد من التبعية التاقوية فحقول الغاز البكر هذه في المتوسط يمكنها سد احتياجات بلاد النيل لكن بعد انجاز بين الانتاج وخطوط النقل على المدى المتوسط تبدو الخيارات اوسع بدءا بالحصول على امدادات من جارتها الغربية ليبيا وان كانت هناك شكوك في استمراريتها ويمكن لمصر التوصل الى اتفاقات جديدة مع مواردين عالميين ابعد في افريقيا او اسيا او حتى من الدول المطلة على الخليج وهنا يعود الى الاذهان ذلك المشروع الطموح الذي يربط ثلاث دول عربية بخط لانبيب النفط والغاز ينطلق من البصرة في العراق ليصل الى السواحل الشرقية لمصر مرورا بالاردن وخليج العقبة هذا المشروع انطلق قبل عامين وكان موعد انجازه بعد عامين الا ان تمدد داعش في صحراء الانبار اعاق تنفيذ ما كان مخططا ومع تقلص سيطرة داعش وبص السلطات العراقية سيطرتها على المنطقة قد تجد مصر في نفط العراق ضلتها نبقى في مصر حيث اعلنت وزارة المالية رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% الى 15.5% وزير المالية عمر الجارحي اوضح ان الزيادة في سعر عائد الشهادات تأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي زيادة العائد على الودائع مشيرا الى ان تكلفة رفع الفائدة تبلغ نحو 133 مليون دولار كل عام حسم وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة الشكوكة في التزام دول اوبك خفض الانتاج واكد ان لا تراجع عن اتفاق الجزائر بوطرفة اشار الى ان حصة كل بلد ستحدد في الاجتماع المرتقب لأوبك نهاية 22 نوفمبر الحالي في فيينا وكشف وزير الطاقة الجزائري ان اللجنة التقنية التي شكلت بعد اجتماع الجزائر اقترحت ان يستمر الاتفاق مدة سنة ابتداء من مطلع العام المقبل مع مراجعته في نهاية النصف الاول من العام قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل بن محمد المزروعي ان تخمة المعروض من النفط الخام تبددت وان دورة الهبوض بلغت نهايتها داعيا الى الاستمرار في الاستثمار للحقول دون حدوث قفزة كبيرة في الاسعار خلال اربعة اعوام تصريحات المزروعي تناقضت مع اخرى لوزير النفط والغاز العمني محمد بن حمد الرمحي الذي اعلن خلال مؤتمر النفطي في ابو ظبي ان المشكلة الاساسية لا تزال قائمة وتتمثل في ضخ كميات زائدة عن حاجة السوق مؤكدا انه يتطلع الى توصل دول من داخل وخارج اوبك الى اتفاق يدعم الاسواق النفطية يبحث العديد من المسؤولين الدوليين والخبراء البيئيين اتفاق باريس للتغير المناخي في مدينة مراكش المغربية وذلك لبحث اليات تطبيق هذا الاتفاق والحد من الانبعاثات الدفيئة والحفاظ على البيئة وخفض درجة حرارة الارض ستكون الانظار شاخصة الى الانتخابات الرئاسية الامريكية ولسيما بعدما اعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب انه سيطعن باتفاق باريس للحد من التغير المناخي في حال انتخب رئيسا الرد لم يتأخر من مسؤولة المناخ في الامم المتحدة باتريسيا اسبينوزا التي اشارت الان امريكا هي الثاني اكبر دولة من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة مؤكدا ان اتفاق باريس دخل حيز التنفيذ والجميع ملزم به كلام وضع حدا لدول اخرى كالصين روسيا والهند لكي تتنصل من الاتفاق الذي يلزمها الحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ والمضر بالبيئة اتفاق ستجتمع دول العالم في مراكش المغربية لوضع ترتبات لتطبيقه وهو الذي شهد للمرة الاولى التزام الاسرة الدولية العمل على مكافحة الاضطرابات المناخية خمسة عشر الفا من المفاوضين والمسؤولين والمنتجين والمنظمات غير الحكومية والشركات سيجتمعون في مراكش لإقرار الاتفاق الذي وقع العام الماضي وصدقت عليه مئة دولة تساهم بنحو سبعين في المئة من الانبعاثات العالمية اتفاق باريس يدعو الى العمل على احتواء الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية لا بل الى حصره بدرجة ونصف الدرجة وهو ما يشكل تحديا كبيرا جدا ويحث خبراء بيئيون على اعتماد الخطط الموضوعة لتجنب السيناريو الكارثي المتمثل بارتفاع حرارة الارض الى خمس درجات في غياب سياسات مناخية عالمية وشهد العام الماضي مستويات قياسية من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ولسيما في الدول الناشئة فيما يستمر العلماء بدق ناقوس الخطر فبعد سنتين قياسيتين يتوقع ان يشهد هذا العام اعلى درجات الحرارة في العالم تعتزم قطر رفع الرواتب موظفي الحكومة العام المقبل في خطوة ستؤدي الى زيادة الانفاق في البلد الخليجي الذي تضررت فيه المالية العامة بسبب تدني اسعار النفط والغاز وبحسب القانون المنتظر اقراره سيرتفع الاجر الاساسي لبعض الموظفين القطريين الى ضعفيه ولن يطرأ تغيير على رواتب الموظفين غير القطريين تأجل المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الغذائية الى حين رفعه الى اللجنة الوزرية الخليجية التي من المقرر عقدها في الرياضة لسبوع المقبل وكيل وزارة التجارة والصناع الكويتي خالد الشمالي قال ان المشروع الخليجي للشراء الموحد للسلع الاساسية يلاقي بعض المشاكل والعقبات على ارض الواقع مرجحا ان يكون السبب وجود بعض الدراسات التي تشير الى الشراء الجماعي الى ان الشراء الجماعي قد يؤدي الى زيادة الاسعار واوضح الشمالي ان فكرة دراسة الشراء الجماعي الموحد قد تتداخل مع الدور الطبيعي للقطاع الخاص بينما في الاوضاع الطارئة تبدو فكرة الشراء الموحد مهمة جدا خصصت الحكومة السورية اكثر من 60 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في محافظة السويداء مشاريع تنوعت بين خدمية وسياحية واجتماعية باتت اليوم تؤمن اكثر من 50 الف فرصة عمل وساهمت في اطلاق اكثر من 2500 منشأة جديدة ما يعمق مسار جعل المحافظة قطبا تنمويا سوريا بابعاد اقليمية رفعة الديك هؤلاء العمال لم يعودوا يعطون اذانا صاغية لأصوات القذائف ايديهم تصر على الاستمرار في عملية البناء جهود متسارعة لانجاز مجموعة مشاريع تنوية في محافظة السويداء السورية التي وصل معظمها الى مراحل متقدمة ولدينا 280 فرصة استثماره جاهزة منها 90 مشروع لديه دراسة جدوى اقتصادية اوله تقدم بالمجان للاخوة المستثمرية الخاصرة الجنوبية لمدينة السويداء يشغلها مشروع ضاحية سليم السكنية الاف الشبان يستفيدون من المشروع ومئات فرص العمل توفرها مراحل انجازه وعلى بعد عدة كيلومترات وصل عمال بناء مشفى شهبة الى مراحل الانجاز النهائية طبعا هذا العمل جدا مهم خلال هذه الفترة عم ينعكس تنمويا على المحافظة باكثر من اتجاه اهم اتجاه هو وعم يقوم بتشغيل اليد العاملي المتواجد على ساحة المحافظة سواء كان قطاع عام او قطاع خاص ورشة عمل تعقد وتسهيلات تقدم هدفها جذب المستثمرين مشاريع اجتماعية وخدمية وسياحية انطلقت في المحافظة تؤمن نحو خمسين الف فرصة عمل وصل معملي بالقروضة لأكثر من 17-18 مليون من الدولة وسديتها قبل موعدة بسنة ونص خلصت من القروضة وصلت عدد العمالي عندي لأكثر من 70 أو 80 عائل مستحقة تاكل من هذا المشروح حالة شراكة بين القطاعين العام والخاص في السويداء هدفها الوصول إلى جعل المحافظة قطبا تنمويا رؤية الحكومة تنطلق من توسط السويداء المسافة بين دمشق والاردن إضافة لكونها بكرا استثماريا وتوفر المواد الأولية والخبرات لعدد من المشاريع توقع شركة النفط الوطنية الإيرانية عقدا مع كونسورتيوم يضم توتال وشركة البترول الوطنية الصينية إلى جانب بيترو بارس الإيرانية كمقاول محلي وتسعى طهران إلى تجديد عقود تطوير الطاقة على أسس تضمن عدم التعرض لخسائر إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات بما يضمن استمرار الأعمال بالاعتماد على القدرات المحلية قال نائب وزير النقل الإيراني أصغر فخر كاشان خلال اجتماع مع مسؤول ألماني إن بلاده لن تنتظر الألمان للأبد مؤكدا أن طهران مستعدة لأعطاء برلين الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية لكن يتعين تناول الكعكة اليوم وإلا قلد يلتهمها أحد آخر غدا بحسب وصفه وطلب كاشان الحكومة الألمانية بممارسة نفوذ على البنوك التي لم تتعاون حتى الآن وإلا فإن العلاقات التجارية الثنائية لن تتعرض وحدها للخطر بل أيضا الاتفاق النووي بأكمله مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة شكرا لحسن متابعتكم كالعادة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة